نعم نضال حيث يواصل المعتقلون سواء أكانوا من الإداريين أو من الفصائل يواصلون تجهيزاتهم للبدء بخطوات نضالية ضد الاحتلال منها خيار الإضراب عن الطعام بالتنسيق مع لجنة وطنية منبثقة عن الفصائل لإدارة المواجهة وفق نادي الأسير الفلسطيني وبحسب بيان للنادي استمرت سلطات الاحتلال في توسيع دائرة الاعتقال الإداري مع مطلع العام الجاري اتجاوز عدد المعتقلين الإداريين حاجزا ألف بينهم أربعة عشر طفلا وامرأتان كما تجاوز عدد أوامر الاعتقال الإداري ألفا ومئتي أمر منذ مطلع العام الجاري بينما أصدر الاحتلال منذ عام 2015 أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداري وفي إحصائية للإدارات نفذ الأسرة والمعتقلون الإداريون منذ أواخر عام 2011 حتى نهاية العام الماضي ما يزيد عن 410 إدارات فردية معظمها ضد الاعتقال الإداري وخلال عام 2014 نفذ المعتقلون الإداريون إضرابا جماعيا على مدى 62 يوما اليوم يقبع المعتقلون الإداريون في ثلاثة سجون إسرائيلية مركزية هي عوفر والنقب ومجده الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقال الإداري ضد من لا تستطيع أن توجه له لائحة اتهام بذريعة وجود ملف سري مستندة في ذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثته عن الانتداب البريطاني لمتابعة أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس ناصر قوس مدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس أهلا بك سيد ناصر بداية لنفهم معنى الاعتقال الإداري ما هو مساء الخير أولا الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون محاكمة يتم اعتقال الأسير بدون محاكمة ويتم تمديد هذا الاعتقال لمدة تتجاوز أكثر من خمس سنوات وحصلت مع أحد الأسرى أنه قضى الخمس سنوات ستة شهر ستة شهر إداري وبعد ذلك تم الإفراج عنه وأخرجوه من باب السجن وأدخلوه من باب الآخر يعني الاعتقال الإداري هو الوحيد في هذه الدولة العنصرية الفاشية التي تحاول أن تفرض على الأسرى الأسرى لا تستطيع أن تأخذ منهم اعترافات في هذا الموضوع ولذلك يكون هناك ما يسمى بالاعتقال الإداري ويتم تمديد هذا الاعتقال لمدة خمس سنوات وحتى يتم تجديده أكثر من مرة للشبان الاعتقال الإداري في هذه الدولة ما يسمى بدولة الاحتلال تبدأ من ثلاثة أشهر وتنتهي إلى ستة أشهر وقابلة للتجديد هناك عدد كبير من الأسرى وكما تفضل بيان نادي الأسير أن أكثر من ألف ومائتي أسير تم اعتقالهم في هذا العام وأن الاعتقالات الإدارية حتى طالت الأطفال الصغار 14 طفل وسيدتين من هذا الاعتقال لأن هذا الاعتقال كما قلت يتم اعتقال الأسرى ويتم وضعهم في الاعتقال الإداري لأنهم لم يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أو المصبراء توجيه تهم لهم وأخذ اعترافات نعم توجيه تهم أو أخذ اعترافات سيد ناصر في هذه الحالة هذا النوع من الاعتقال هو مخالف للأعراف والقوانين الدولية قبل أن ندخل في نقاش وسؤال عن النضال الداخلي الذي يجري أود أن أسألك هنا عن الأدوات والوسائل والسبل التي بيدكم التحرك من خلالها دوليا بتسليط الأنظار على هذه القضية يعني هناك عدة أدوات هناك طرق هناك كرارات تم أخذها بهذا الموضوع هذا الاعتقال ولكن للأسف كل العراف الدولية التي تحاول أن تقف إلى جانب قضية الأسرى وخاصة الأسرى الإداريين كلها تبوء بالفشل بسبب تعنت هذه الحكومة والحكومات السابقة نحن لا نريد أن نقول أن هذه الحكومة هي التي تقوم بهذه الأعمال ولكن كل الحكومات السابقة التي كانت موجودة هي التي كانت تفرض هذه الاعتقالات ولكن في هذه الحكومة هناك اعتقالات كبيرة وأعداد كثيرة من الذين تم الإفراج عنهم وكانوا محكمين أكثر من حتى عشرين عاما وثلاثين عاما ويتم اعتقالهم إداريا لكي يخمدوا الحراك الوطني الفلسطيني داخل المدن الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية ومدينة القدس هناك اعتقالات إدارية نحن نقول أن دائما نتوجه إلى كل المؤسسات الدولية ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي هناك تقصيرا كبيرا اتجاه ما يحصل مع أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال وأكبر مثال على ذلك قضية الشيخ خدر عدنان وقضية الأخ المناضي ولي الدقة أود أن أسألك عنها في إطار العمل النضالي في سبيل تحصيل حقوق الأسرة والإفراج عن المعتقلين الإداريين خطوات عديدة يتم القيام بها سواء من خلال الإضراب عن الطعام داخليا أو حتى من وقفات احتجاجية في الخارج وما قامت به إسرائيل مؤخرا بقتل الشهيد خدر عدنان يعني الهدف واضح هو التخويف من الدخول في عملية إضراب عن الطعام داخل السجون يعني كيف قرأ الأسرة هذه الخطوة الإسرائيلية وكيف يحضرون أيضا للنضال داخليا يعني الأسرة داخل سجون الاحتلال هم شهداء مع وقف التنفيذ هم يعتبرون إما الشهادة وإما الحرية ما حصل مع الشهيد خدر عدنان سيحصل مع عديد من الأسرة الذين سيخذون إضرابا عن الطعام من أجل حريتهم من أجل إلغاء هذا الاعتقال الإداري وهناك أيضا المرضى الذين يعانون الويلات وعلى رأسهم وليد دقة الأسير البطل وليد دقة المفكر وهناك أيضا ما يسمى بمستشفى الرملة الذي لا يليك لأن يكون هناك مستشفى ولا يتم إعطاء أي علاج للأسرة هناك قانون تم إصداره في الكنيسة الإسرائيلي هو إعدام الأسرة وإعدام كل إنسان يكون بمعادات إسرائيل ما يحصل الآن وما حصل مع خدر عدنان مع شهيد القائد خدر عدنان وما حصل مع ناصر أبو حميد كل الأسرة وما يحصل الآن مع الأسير وليد دقة هو نوع من الإعدام البطيء اتجاه الأسرة وهناك أسرة كثيرون يعانون من أمراض مزمنة مثل السلطان والقلب وبحاجة إلى علاج في مستشفيات مدنية اليوم كان الأسير وليد دقة قبل أيام تم نقله بشكل مفاجئ إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية واليوم تم إعادته إلى سجن في ذلك طالبات عن الإفراج بسبب سوء حالته الصحية كان بيودي أن يكون معي متسعب من الوقت ولكن انتهى وقت هذه المقابلة أشكرك من القدس ناصر قوس مدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس ترجمة نانسي قنقر